القبض على 8 أشخاص أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للرئاسة وبحوزتهم 596 توكيل وأدان النواب والسياسيون لجوء مرشح محتمل إلى طرق غير قانونية لتحرير التأييدات ووصفوها بالضعف وأصدرت وزارة الداخلية منذ قليل بيان أنها ألقت قوات الأمن القبض على عدد من أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية بسبب جمع عدد من التوكيلات المزورة فيما استنقرت الكوى السياسية والأحزاب والسياسيون والنواب واصفين ما حدث بالجريمة وصرح مصدر أمني بوزارة الداخلية أنه بتاريخ اليوم 9 أكتوبر تم ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري وقد عسر بحوزاتهم على إجمالي 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية من البيانات زي ما حضرتكم شايفين على الشاشة دي الصور للأعضاء خلال تزورهم للتأييدات لصالح أحد المرشحين المحتملين وأضاف مصدر الأمن أن الكوات نجحت في تحديد وضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة وأوضح المصدر الأمني أنه في ضق ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من دعوات القيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخلي بالأمن فإن وزارة الداخلية تؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسب تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي مخالفات تخلي بالأمن العام الواقع أصارت ردود فعل غاضبة ومستنكرة من داخل الأوساط السياسية حيث أدان عدد من النواب محاولات تحرير تأييدات مزورة لصالح مرشح رئاسي محتمل مؤكدين أنه لابد من التصدي لأي محاولات لإفساد المشهد الانتخابي الديمقراطي لأن تزوير التوكيلات تعتبر جريمة والحياة الغير القانونية تدل على عجز المرشح وفشله في الحصول على تأييدات من الشعب لتفاصيل أكتر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بسعادتك يا فاندر خير على حضرتك ومستمعينك الكرام يا دكتور مصطفى عايزين حضرتك توضح لنا أكتر عقوبة تزوير تأييدات لصالح مرشح رئاسي أولا اسمح لي أن أقول ابتداءا أن القانون الجنائي لا يهيب لأحد امتيازهم بالإجرام أن القانون الجنائي لا يعرف التمايز أمام المسئولية الجنائية نص المشرع المصري في الباب السادس عشر والمحنون التزوير على صور جرائم التزوير التي تقع ويقصد بها حماية المصلحة المعتبرة وهي المحرر الرسمي وفرض عقوبة السجن المشدد لمن يأتي هذه الأفعال دكتور مستخف الحالة دي يعني الإجراءات القانونية التي تتخذ حيال المزورين تكون عبارة عن إيه؟ أولا هناك بعض الشروط اشترطها المشرع حتى تقوم جريمة التزوير ولكن لا يشترط في هذه الشروط في المحرر أن يكون مكتوبا بلغة معينة يعني أنا مش شرط عندي الورقة المتزورة دي أنها تكون كتبت بلغة معينة أو الأحرف المصطنعة فيها التزوير يتحقق طالما تم تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي يتم ضبط هذا المحرر وجهت ضبط اللي هي الشرطة بتعمل محضرة وتعرضه على النيابة العامة التي تحقق في الواقع وتستعلم عن المحرر المضبوط سواء هو توكيل سواء ما غيره ولكن في الواقع المعروضة التوكيلات التي استنعها أحد المرشحين المحتملين لتقديمها للجنة العليا المشرفة على الانتخابات بتتم جمع هذه التوكيلات والاستعلام من أشار العقار المنسوب صدوره إليه اللي يقرر أنه لم يضر هذه التوكيلات فتحقق النيابة العامة في جريمة التزوير في محررات رسمية واصطناعها طبقا للمواد بقى الواردة في الباب السادس عشر دكتور مصطفى شكرا جزيلا لحضرتك تحياتي لحضرتك يمكن ده كان تعليق الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون على وقع تزوير توكيلات أو تأييدات لصالح مرشح رئاسي وللجميع اعتبر هذا الفعل جريمة سواء القانون وكان هناك كمان استنكار من النواب والسياسيين والأحزاب وكل من يتابع المشهد الانتخابي الديموقراطي في مصر تابعونا في تغطية لحظية حول كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وإلى هنا تنتهي خدمتنا الإخبارية شكرا لحضرتكم على طيب المتابعة